اشتركوا في القناة 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 وتباحث مطولاً كنقوله مطولاً مش بتاع خمس دقاق وعشر دقاق وابتسامة ودردشة ونشن لقاوة مع السلام كنقوله مطولاً يعني جلسة عمل يعني جلسة عمل تاخذ ساعة ثنين ثلاثة أربعة وتفاصيل دقيقة جداً علاج قلت راو بيان وقتضب لوزار الدفاع جزارية كل كلمة بحسابها نجم يقولك وتباحث حول السبل الكفيلة لا وتباحث مطولاً هذه عندها شحنة خاص حول السبل الكفيلة بالمساهمة في دعم جهود السلم والأمن على المستوين القليمي والقاري الأقليمي هو طبعاً ديما ليبيا والقاري هي القارة الإفريقية طبعاً المباحثات الإجرائية يعني كيف ننتقل من التوافق النظري إلى الإجرائي الواقع المقصود طبعاً مسألة الإجرائية التنسيق ليبيا والتنسيق في منطقة الساحل والسحراء والمالي التنسيق يعني مصر ستدعم الجزائر في مالي ثم ضد الكيام ضد الكيام رأي مصر سند الجزائر بالتجميد وعضوية الكيام ونظمة حد الفريق لا سندت الجزائر وتحركت كان ممكن تقول الله أنا مكبلة بتفاقية كام ديفيد أنا أحتفظ حتى بصوتي ولا تحرك ضد الكيام لكنها سندت المبادرة الجزائرية في تجميد الكيام في نظمة حد الفريق إذن نفهم الآن نفهم الآن أنه ثم شيء أكثر من المجملات وأكثر من اللقاء وأكثر كما قلت نشرب القهوة والابتسامة والمجملات ثم محادثات مطولة تقنية إجرائية ماذا يمكن أن نفعل للأشياء الجديدة التي تخدم التدخلات الجديدة في المنطقة أي محاصرة الكيام الصهيوني أي أي ظن عندما تحدث عن ليبيا أنا لا أعتقد أن الجيش الوطني شعب الجزائري مرتاح لوجود قواعدة عسكرية تركية على حدود لا في الوطية ولا في التراكس يعني لنتواجد التركي وتواجد أطلسي في المنطقة هو ذنب غير مرتاح بتاءة تنصحيح الجزائر عندها مشكلة مع خليفة حفظة كما قلت وعملت حلقة في ذلك لكن أيضا الجزائر هي مرتاحة ولا تقبل ثم حتى من يقول أنه قصف القاعدة الجوية الوطية وقصف المنطقة الجوية التركية وتركيا حبوا يعملها قاعدة جوية ثم يقول ربما تكون طايرة جزائري ثم يقول ربما تكون طايرة مجهولة طايرة مصرية طايرة مصرية ثم يقول حتى طايرة فرنسية طايرة مجهولة ما تبنتها حتى الدولة لكن تم رسالة إلى أردوغان الأطلسي الانتماع الصريوني الحواء إذن الآن شوفوا أنه وجهة نظر الجزائرية تقترب من وجهة النظر المصرية فيما يتعلق في ليبيا بل بالعكس ثم المحادثات المطولة نحو تنصيق إجراء على الميدان بمعنى كيف نستطيع أن نؤمن ليبيا المتدخلات الخارجية في نهاية مصر جاء لليبيا كما الجزائر جاء لليبيا الناتو حلف الأطلسي وبما فيه قوات التركية ليست جارا لليبيا كيف نؤمن وضع في ليبيا وبخاصة أيضا محاصرة الكيان في المنطقة الأفريقية والقارة الأفريقية وكما قلت مساندة مصر للجزائر في ضربها وتجميدها لعضوية الكيان كدولة مراقبة عندها أكثر من دلالة محادثات مطولة هكذا يقول بيان وزارة الدفاع الجزائر والكلمة لكم طبعا للأثراء والمزيد من الأثراء وفي طريقات تنسيطة في الحلقة الماضية لأن صحيح مصر دعمت الجزائر في حرب الرمالة 963 جمال عبد الناصر أرسل الدبابات لأنه جيش الوطني الشعب الجزائري كان يدون أسلحة ثقيلة وهو جيش مجاهدين تعجبال وهو فإذا سعين ثم من ذكرني بها لأن في هذه المدخلات 10-15 دقيقة لا أقول كل شيء في الأثراء وفي النقاش أنتم تسرون بقيات التفاصيل وتساؤلاتكم وأتابع أكثر من يمكن من التعليقات فشكرا لكم وفي الأخير ما تنسوش دير النجام وتشاركونا رايكم في التعليقات سلام شكرا لكم